حضور خاطف للرئيس الأمريكي في الجمعية العامة للأمم المتحدة بكلمة مختصرة وجه ترامب رسالة واضحة للعالم المواجهة مفتوحة مع الصين ليس بسبب جائحة كورونا وحسب بل بسبب الخلاف على كثير من الملفات الدولية علينا أن نحاسب البلد الذي أطلق العنان لهذا الطاعون إلى العالم في الأيام الأولى للفيروس أوقفت الصين الرحلات الجوية الداخلية وسمحت للطائرات بمغادرة البلاد ما تسبب بنشر العدوى في العالم الرد الصيني تمثل بتأييد كل ما يعارضه ترامب دوليا وإعلان زيادة الدعم المالي للأمم المتحدة في وقت تواصل واشنطن تقليص مساهماتها المالية فيها أما عربيا فقد برز تأكيد ملك الأردن وأمير قطر على حق شعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود العام 67 إن السلام العادل والمنشود لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التزام إسرائيل التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية والتي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية فيما تحاول إسرائيل الاتفاف عليها وتصرف كأن قضية فلسطين غير موجودة الملف الإيراني يبقى نقطة التوتر الدائمة في نيويورك بانتظار الانتخابات الأمريكية لتحديد طبيعة المواجهة الدبلوماسية المقبلة في شأنه في الأمم المتحدة الجميع ينتظر حتى 22 نوفمبر لمعرفة الحسابات المقبلة الجمعية العامة شكلت دوما فرصة لقادة الدول لتفعيل القنوات الدبلوماسية لكن وباء الكورونا خطف وهجها المعتاد في ظل غياب غير مسبوق للمبادرات الدولية خطابات الجمعية العامة للأمم المتحدة طغى عليها ارتفاع حدة المواجهة الأمريكية الصينية في ظل غياب شبه كامل لرؤية مشتركة لمواجهة الأزمات الدولية وعلى رأسها أزمة وباء الكورونا نبيل أبي صعب العربي نيويورك